السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلو يسلم وبركة على سيدة محمد وعلى الله واصحاب الغرل المهمين ازايكم يا سنة خمسة ابتداء عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض امتحان على الوحدة الخمسة تمام لان الحالة بتاع الوحدة الخمسة انا بنزلتهش فان شاء الله بقى حل معكم النهاردة على الوحدة الخمسة فتعالوا نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول احنا مبارح حلين على الستة وقلتلك انا هنزللك النهاردة الخمسة تعالوا نشوف كده مع بعض اول حاجة طبعا الليسن نقول بقى بسم الله الليسن طبعا هيكون موجود في اخر الكتاب زي ما احنا قرنا مبارح طب خلاص يلا نحله على طول بدلا احنا ما نقرأه والفيديو ما يطولش مننا سام بغورتست فايف اهو بيقولوا ايه what could women do in in ancient Egypt they could wave baskets and bake bread could they sell them at the market yes what does the word scribe mean it means someone who know how to read and write well تمام طيب تحالوا نحل مع بعض ربا الكاميرا اول حاجة كده بيقول the banks of the nile river couldn't have animals or plants بيقول ان دفوف نهر النيل ما كانش فيها لحيونة ولا نباتات طبعا دي هدي بقى فولس there are hippos on the banks of the river nire كان فيه hippos حسنا لحنا قرأناهم مش دي سواني كده ايو لاد دي مش مش لحنا قرأناهم احنا قرأنا خلفة لي I will of your book here the banks of the nile river have many different species of animals and plants like hippos and bamboo there is lot of fresh water not salt water like the sea طيب تعالوا نحل بيقول هنا ايه كان فيه هبز في دفوف نهر النيل طبعا دي هتكون هنا بقى مياه نهر النيل ملحة طبعا هنا غلط البحر فيه مياه عزبة غلط طيب نشوف هنا بقى بيقول ايه انشانت ايجبت نهت ويري جود كرافتس من يستو نهت بيرف الكولوز واسكرايبس نهتو 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 ونهتو نهتو هيروغلافس طيب تعالوا نشوف منوار اهو هنا بيقول ايه سابل تستففيف بيقول ايه ايه او اه يستمبل تستففيف طيب هنا بيقول ايه انشت ايجبتشن ما كرو شك مرحل أول حق كده أول حق كده انشانت ايجبتان الكرافت من طيب 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 بعد كده بعد كده طيب 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 تعالوا بقى نشوف التقصيل مع بعض بيقول هنا ايه الكاتب بيعمل ايه بلانت اسنيت صليت النباتات بتحتاج ضوء الشمس وفيه غزلان فيه والهرم الكبير ده ايه وي مصر انت مينفعش ايه طيب ايجبتس ديزرت الصحراء او صحراء مصر يبقى الغزلان بتعيش فين في صحراء مصر يبقى دي نمبر ثري طيب الله يبرر نتكلم في المكتبة يبقى مينفعش نتكلم في المكتبة طيب عشان تعيش يبقى النباتات محتاجة ضوء الشمس طيب دوليشيس بريك فاست فطار جميل ملهاش حاجة هي روت افريسين داون كان بيكتب كل حاجة ويستجل كل حاجة يبقى اللي سكرايب يبقى نمبر ون وهنا واندرفول رائع يبقى دي نمبر فور تمام طيب نقرى بقى الكتعة مع بعض بيقول ايه هنا بقى ولكنيبقى نصف ألوا النصف كنتيب كتابين يبقى نمبر ونمبر طبعا بيكلمني على الحاجات الحرفية في مصر وفي المصر القديمة اللي احنا شرحناها قبل كده بيقولك انشانت ايجبشان ايه يوز تويف كلوز كانوا بيخيطوا الملابس يبقى طبعا الكرافتس من اللي هم الحرفيين بعد كده الصفحة التانية هنا عندي بيقول زي اندرلاين ده ويرد ليرن هز سيم ميني از معنى كلمة ليرن هي هي ايه ترين يتضرب ولا هلبي يساعد ولا نو يعلم ولا لايك يبقى نو تمام بعد كده بيقولي why do you think fewer people work as a scribes في رأيك كده لي الناس قولي لك هم تشتغل كتبة بصوا كده معي هنقول بيكوز عايزين نقول ان هي كانت صعبة هنقول بيكوز والروح كتبين دول تمام يبقى دي هنكتب عليها النامبر سري او اخر سطرين دول بس هنا تكتب بيكوز بتكتب الاجابة افتحتك كلها طيب عندنا هنا describe the job of a scribing a text بيقول اوصف وظيفة الايه الكاتب وظيفة الكاتب هنقول ان هي كانت مهمة جدا هنقول it is very important ونحط ايه نقطة تمام طيب تعالوا بقى نشوف السؤال البعدي كده وهو الترتيب usually to i will listen to music طبعا سهلة جدا جدا هتبقى i usually listen to music ونحط نقطة خلاص طيب are we doing you وjudي what سهلة جدا جدا السؤال ده هيبقى what are you doing وبعد كده هكم ونكتب الايه الاسم اللي عندي اللي هو جودي تمام طيب was he animals work didn't هيبقى هنقول he didn't work with animals ونحط ايه نقطة بعد كده want to be a craftsperson هيبقى i want to be a craftsperson ونحط نقطة بعد كده بانكتويتشن you can find amazing Egyptian tour guides in Nubia هتبقى طبعا ال y وعندي ال Egyptian وفي الاخر هنحط نقطة هنا one of the famous queen in ancient Egypt was Hatchipset هتبقى one وتكمل الباقي عادي وتجى عند مصر ايهبت تان منها وفي الاخر هنحط برضو نقطة تمام الاخر حاجة بقى عايزك تكتب هنا عن Egypt's marine ecosystem اللي هو نظام البيئي البحري بيقول لك what are the plants and animals there ايه النباتات والحيونات الموجودة هناك هتقول بقى يوجد كذا وكذا وكذا وتكتب النباتات والحيونات and animals endangered in this ecosystem وهل في ايه حيونات تتنقرد في النظام البيئي ده طبعا عندنا التجتلز السلاحة حفونا برضو ايه هتنقرد تمام بس لو عايزين المباريجرافات اكتبوا لي في الكممنتات وانا اكتبها لكم تمام يبقى كذا الوحدة الرابعة والخمسة والستة حاليناه وممكن بقى بكرة ناخد الاربع وحدات البقية تمام فاشوفوا لو عايزين الاربع مع بعض اكتبوا لي في الكممنتات لو عايزين كل واحدة الوحديها برضو اكتبوا لي خلاص وبعد كده ان شاء الله بقى الراجع لمنهج كله فكده الفيديو بتاعنا خلص النهاردة الحمد لله على خير اشوفكم بقى بكرة بإذن الله ورحمة في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته